اعادة ارسال الرقم التعريفي او اعادة طلب الرقم التعريفي او اعادة ارسال طلب البنكود تمام يعني البنكود وصلنا ارسالة ان هو وصلني بعد ما كونت العشر دولار تمام بطلبه تاني امتى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته احلى الناس واحلى عائلة يلا زي ما تعودنا قبل ما نبدأ نبعث الصلاة والسلام لسيدنا النبي اللهم صلى وسلم وزد وبركة على سيدنا محمد بقدر حبك فيه بقدر جاهي عندك فرج ما نحن فيه موضوع النهاردة باختصار لما البنكود يوصل لك لما الرسالة بتاع البنكود توصل لك بعد تكوينك العشر دولار في ادسنس تمام بقيت لك رسالة ان هما بعتوا لك الرقم التعريفي بتاعك اللي هو البنكود تمام بتقدر تطلبه انت تاني امتى بتطلبه بعد واحد وعشرين يوم من تاريخ الرسالة تمام ليك حق تطلبه تلات مرات يعني هما بيبعتوا لك مرة وانت تطلبه تلات مرات بعدها بين كل مرة ومرة واحد وعشرين يوم بعد اخر مرة بواحد وعشرين يوم تقدر تفعله بالبطاقة بالبطاقة الشخصية برضو هسيب لك رابط البطاقة دي في ان شاء الله في الوصف تمام طيب يلا بينا ندخل كده على التليفون بتاعنا ونشوف ندخل على ادسنس ونشوف نعمل اعادة الارسال من ين طبعا دي الايكونة اللي شرحنا قبل كده بتسيب ايكونة بره لحساب الادسنس بتاعك تمام هتسيبها بره في الصفحة الرئيسية في التليفون بتاعك تمام هنضغط على الايكونة كده ادخلنا مباشرة على الادسنس بتاعنا تمام اه او بيحمل معنا بس دي الايكونة دي هسيب لك برضو الرابط بتاعها في اه في اه مشكلة هو ده كان حل مشكلة لادسنس لما كنت بتجي تسجل بيطلب منك تاني اه تسجيل اه الدخول بالجيميل والباسورد مرة تانية فبنعمل لها ايكونة بره ونتجنب ده تمام ده عندك هنا اهو اتخاذ اجراء دي في الرسالة اللي فوق ممكن تدخل من عندها ده حاجة يعني دي من هنا حاجة ممكن تدخل من علامة الاشعارات هنا هتلاقي عندك اشعارة اهو الدفعات من يوتيوب معلقة بسبب مشاكل يجب اصلاحها هنعمل اتخاذ اجراء برضو هتدخل عليها تمام اه لو نزلت تحت كده شوية اهو اثبات صحة عنوان ارسال الفواتير لو دخلت على تحقق برضو هتدخل عليها طيب كل ده كل ده مش عارف هو او مش موجود عندي لو الحاجات دي مش موجودة عندي هدخل من اين من الثلاث شرط هنا تمام هروح على كلمة الدفعات هضغط عليها هنزل تحت كده هلاقي كلمة اثبات الهوية وصحة العنوان هضغط عليها تمام اثبات الهوية وصحة العنوان دي هتلاقيها زي ما قلنا من الثلاث شرط ده لو الرسالة دي مش موجودة ولا في الاشعارات موجودة ولا اه الرسالة اللي تحت دي كايت موجودة تمام هنزل تحت كده عندي اثبات الهوية مكتملة اهو والتحقق من العنوان بحاجة الاهتمام هو ده اهو اللي هو ارسال يعني ادخل الرقم التعريف هنا لو البنكود وصل لك وعندي بقول لي مرسل في عشرة واحد عشرة ديسمبر اتنين وعشرين عشرة ديسمبر اتنين وعشرين بعدها بواحد وعشرين يوم يعني تقريبا يوم واحد في الشهر يوم واحد واحد تلاتة وعشرين اقدر اعمل اعادة ارسال اعادة ارسال دي بتبقى مطفية لو لسه مش مؤهد تمام هضغط على اعادة ارسال هنا تمام بيجيب لي البيانات بتاعتي وبقول لي اعادة ارسال الرقم التعريف هضغط على هنا يبقى انا كده اعادت ارسال الطلب بتاع الرقم التعريف او البنكود تمام يبقى قولنا ده بعدها بعد ما هو بيجيب لك الرسالة اصلا الاولى انت بتعمل اعادة ارسال هنا بعد التاريخ ده بواحد وعشرين يوم تمام لك حق تبعثه تلات مرات تلات مرات تمام بعد اخر مرة هو بعتها بين كل مرة ومرة واحد وعشرين يوم تمام وبعد كده تقدر ان انت تفعل بالبطاقة ان شاء الله سيب لك برضو الرابط في الوصف تمام اي سؤال تحت امر الجميع فامان الله سلام الله عليكم ورحمة وتعالى وبركاته